ومعنا الآن الشيخ ثائر البياتي رئيس العشائر العربية في قضاء الطوز سيد البياتي يعني كما ذكر ضيفنا من مكتب الإعلام في قائم مقامية الطوز الأوضاع هادئة هناك الآن ويبدو أن الهدنة بدأت أو بدأ مفعولها برأيك إلى أي مدى ستستمر كل الأطراف بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة فيما بينهم أم أن الوضع كما يقول البعض ينذر بقتال طائفي وقومي نعم أخت الكريمة تحية إليك ولمشاهديكم الكرام موضوع الطوز الهدنة التي تكلمت عليها وتكلم بها تقريركم المفصل عن ما جرى في الطوز الله أعلم إن كانت تستمر أو لا تستمر نحن خارج نطاق النزاع هذا يعني العرب السنة خارج النطاق هذا موضوع أنه الاتفاقيات اللي جاء يصير في داخل الطوز مستثنى من العرب السنة اللي هم يشكلون 57% من نسبة سكان قضاء الطوز وأطرافها لماذا سيد بياتي العرب السنة مع هذه النسبة الكبيرة ليسوا متواجدون ليسوا فعالون في هكذا اتفاقيات مهمة قد تؤتي نتائج خطيرة مستقبلا من يحكم هذا القضاء نعم أختي الكريمة بالنسبة للعرب السنة على عموم البلد أنه ما لهم ممثل حقيقي في الحكومة أو في البرلمان لا يوجد ممثل حقيقي وكتلة قوية تقدر تدير الأمور وتابع شؤون مواطنيها اللي انتخبوها هذه اللي موجودين حاليا في الحكومة وفي البرلمان اللي يدعون أنه تمثيلهم للسنة أصبحوا خارج نطاق اللعبة لا حول ولا قوة ولا يخدمون أي مواطن من هذه المناطق هاي واحد اثنين القوتي اللي متواجدة في الطوز احنا حتشينها سابقا قلنا أنه ثلاث قوة كوب الدوز المكون الكردستاني عنده قوات البيشبرقة رسمية المكون الثاني هم التحالف الوطني التركمان الشيعة التحالف الوطني يمثلهم وعدهم قوات الحشد رسمية المكون السني لا عنده ممثل حقيقي سياسي ولا عنده قوة عسكرية رسمية حتى تمثله موضوع اللي المفاجئ والمبكي حقيقة الأمر والمغزي يعني خلينا نحكيها بكل صراحة أنه قلال ثلاث أربع تيام بعد الأحداث اللي صارت الأخيرة تهب الحكومة ويهب البرلمان وتهب الكتل السياسية وتهب المراجع الدينية سنتها وشيعتها وتهب الإعلام يهب الإعلام بكل مسمياته حتى يطفي هذه نار الفتنة اللي صارت زين المكون العربي اللي اتدمر أربع واربعين قرية وتهجروا سبعين ألف نزمة أشو ما شفنا هالنشوة مالتكم هالغيرة مالتكم على هؤلاء الناس هؤلاء الناس هل هم غير عراقيين هؤلاء الناس اللي صاروا لهم أكثر من سنة وشهرين مهجرين وقراءهم ومزارعهم مدمرة وسرقت وتهجروا للجبال وتهجروا للدوز وحاليا حاليا هجروا من الدوز أيضا نعم من يتحدثون عن تبادل أسرة فيما بينهم زين ال53 معتقل للي اختطفوهم قبل ثلاث أسابيع إلى الآن ما حد ما طلعهم زين ليش هل العراق أصبح تحت سيطرة مكونين والمكون السني لا إرادة له ولا قول وهنا أسألك عن ناحية فيما تقول يعني كشف آمر لواء في ميليشيا الحاشد عن دور إيراني يعني هناك تدخل إقليمي في قضاء الطوز تحديدا ويبدو أن النزاع أكبر من كونه خلاف ما بين الطرفين الخلاف هو على من يحكم ومن يسيطر على هذه المنطقة القريبة من مدينة كاركوك الغنية بالنفط كيف ترون تدخل إيراني الآن؟ أخت الكريمة موضوع التدخل الإيراني التدخل الإيراني ما شاء الله في كل الدول كدولة تعتبر نفسها قوة من القوة المسيطرة في المنطقة في منطقة الشرق الأوساط فلا تدخل في سوريا ولا تدخل في العراق ولا تدخل في اليمن ولا تدخل في البحرين فأصبحت الحكومة إحنا عندنا لا حول ولا قوة إذا كان التدخل الإيراني يجي حل مشاكلنا وين الحكومة العراقية المنتخبة اللي موجودة؟ شنو دخل الممثل الإيراني يجي حل نزاعات ما بين كتلتين سياسية في العراقية من العراق شنو دخلهم؟ الحكومة العراقية ضعيفة نحن طلبنا أساساً يعني حتى هذا الحل هذا الحل اللي حلوه هذا حل ترقيعي هذا حل ما يغني ولا يسمن من جوع بالمستقبل أي حادثة بسيطة راح يرجع الاختتال وترجع نفس المشاكل كونك من العرب السنة لو تسألت الآن نعم سيد الكريم أنت من العرب السنة لو تسألت الآن العرب السنة هناك ما الذي يريدونه ضمنك كل ما يجري أنتم ما هي مطالبكم هناك العرب السنة يا أختي الكريمة صارنا أكثر من سنة وخمس تشهر مهجرين صارنا سنة وشهرين مناطقنا محررة العرب السنة ما يريدون غير الستر والسلام ويرجعون إلى ديارهم العرب السنة أصبحوا في العراق مشردين العرب السنة أصبحوا لا يملكون شيء في العراق العرب السنة لا معيلة لهم إلا الله سبحانه وتعالى لا حكومة ولا برلمان ولا مراجع ولا أي كان من المسميات اللي موجودة بالعراق العرب السنة الحكومة العراقية نسيتهم أساسا العبادي البارحة من يلتقي مع التحالف الوطني ليش ما طرحوا موضوع العرب السنة اللي متهجرين يصارون لهم أكثر من سنة وخمس تشهر يا أغتي الكريمة هذه المواضيعين بينها هي اللي لا لعظيم رجعات ولا سليمان بيق وقراها رجعات والامتداد جاء يسير إلى كاركوك وهذا الامتداد حجاز تاجاز محمد جعفر ونشر في موقعه الرسمي أنه الامتداد الشيعي يمتد من العظيم إلى تازة من الخالص إلى تازة هذا يا أغتي الكريمة يعني هما جاء يكتبون ويطبقون وينفذون بعد فترة عدم اتجاهات عدم تصورات المهم أنه تغيير ديمغرافي يحصل في هذه المناطق وهذا ما لمسناه حقيقة شكرا لك الشيخ خائر البياتي رئيس العشائر العربية في قضاء الطوز شكرا جزيلا لك